قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زينيسكي أن روسيا تحاول أضعف أوروبا عن طريق مواصفه بالإرهاب الاقتصادي وأضاف زينيسكي خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من رجال الأعمال الفرنسيين أن روسيا تحاول منع الدول الأوروبية من ملء مغزونها من الغاز لافتا إلى استعداد بلاده لتقديم الغاز لأوروبا من مغزوناتها من الغاز دعا الكريملين المجتمع الدولي للضغط على أوكرانيا من أجل خفض التوتر العسكري عند محطة زابوريجيا النووية واتهم الكريملين كييف بتعريد أوروبا بأكمالها للخطر قبل زيارة مرتقبة لبعثة من الوكالات الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لا تتحدث عن احتمال إنشاء منطقة منزوعة السلاح عند المحطة وهو أمر حثتها الولايات المتحدة على تنفيذها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها ستجري عمليات تفتيش في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا وأوضحت الوكالة أن البعثة التي يقودها المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافييل جروسي ستقوم بتقييم أي ضرر حدث جراء القصف الأخير بالقرب من المحطة في زابوريجيا الذي تتبادل روسيا وأوكرانيا لاتهامات بالمسؤولية عنه من جانبه أكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية أكد على ضرورة حماية سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا في بادرة أمل من شأنها إنقاذ أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بأكملها يقوم فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بزيارة إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تعرضت للقصف مرات عدة في الأسابيع الأخيرة وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي على ضرورة حماية أمن أوكرانيا وأمن المحطة الكبرى بالقارة الأوروبية وتأتي الزيارة بعد أن وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع في زابوريجيا بأوكرانيا بأنه يتدهور بسرعة إذ أكد أن أي عمل عسكري في محيط زابوريجيا يؤرد العالم إلى خطر نووي يجب أن يتوقف على الفور وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشأن توجيه ضربات قرب المحطة النووية في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مزيد من القصف قرب المحطة النووية من قبل القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فعملية القصف الأخيرة جاءت بعد يوم واحد فقط من تبادل موسكو وكييفا الاتهامات باستهداف المحطة الأمر الذي أثار مخاوف دولية بالغة ورغم أنه تم فصل اثنين من مفاعلات المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بسبب القصف خلال الأسبوع الماضي كشفت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية عن عدم توفر أي معلومات جديدة عن وقوع هجمات على المحطة وبين اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا تبقى المخاوف الدولية باقية من تعرض المحطة لأي قصف قد يؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية وصف وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا المهمة التي تبدأها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بالأصعب في تاريخ الوكالة وخلال زيارة أجراها إلى العاصمة السودية ستوكهولم أرجع وزير الخارجية الأوكراني صعوبة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى النشاط القتالي والمعارك التي تدور على مقربة من الموقع إلى جانب الطريقة التي تحاول روسيا من خلالها إدفاء شرعية على وجودها في المكان على حد تعبيرها طالبت مجموعة السبع بضمان دخول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحرية تمائل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وأعربت مجموعة معنية بعدم انتشار الأسلحة النووية تابعة لمجموعة السبع عن قلقها العميق حيال مخاطر وقوع حادث نووي في المحطة التي استهدفت بدربات في الأسابيع الأخيرة مشددة على أن أي محاولة من جانب روسيا لفصل المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية ستكون غير مقبولة كما أكدت المجموعة أن المحطة النووية يجب أن لا تستخدم للقيام بأنشطة عسكرية أو لتغزين معدات عسكرية قال المستشار الألماني أولف شولز إن بلاده ستواصل دعمها دفاعا عن أوكرانيا لأطول فترة ممكنة وخلال زيارته إلى العصبة الشيكية أشار شولز إلى برلين سترسل أحدث الأسلحة إلى كييف في الأسبوع المقبلة وأوضح أنه بخلاف إرسال أنظمة دفاع جوي متقدمة وأنظمة رادار وطائرات مسيرة فإن بإمكان ألمانيا أن تتحمل مسئولية خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات المدفعية والدفاع الجوي الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز سوء 25 في زابوريجيا ودونسكا بالإضافة لتدمير ستة مستودعات للأسلحة الجيش الأوكرانية كما أعلنت الدفاع عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول مهاجمة ماحطة زابوريجيا النووية مضيفة أنه لم تقع أضرار جسيمة وأن مستويات الإشعاع طبيعية كما أشارت الوزارة إلى أنه جرى إسقاط الطائرة المسيرة بالقرب من حاوية النفايات النووية بالمنشأة أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية في جنوب البلاد عن بدء هجوم مضاد في اتجاهات مختلفة بما في ذلك منطقة خيرسون من ناحية أخرى قال نائب المجلس الإقليمي لمدينة خيرسون بجنوب أوكرانية أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير قاعدة عسكرية روسية في المدينة التي تسيطر عليها روسيا حاليا فأكد المسؤول الأوكراني أن القوات الأوكرانية شنت ضربات جديدة على مستودعات ذخيرة روسية وفي سياق متصل أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتل الجنود الروس إلى 47 ألف ومائة جندي منذ بدء العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق منورات فوستوك 2022 الاستراتيجية في الفترة من الأول من سبتمبر إلى السبع من سبتمبر المقبل وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى أن المنورات البرية والبحرية والجوية ستجرى في 7 ميادين للدفاع الجوي شرق البلاد وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أخط سك وبحر اليابان في أقصى شرق روسيا وأوضحت الوزارة أن القوات المشاركة في المنورات ستقوم بالتدريب على ضمان الأمن العسكري في شرق البلاد فضلا عن تحسين مهارات القادة في القيادة وإدارة القوات لصد أي عدوان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر